ما سم النحل ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شرابه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فيه ذلك الآتة لقوم يتفكرون النحل يجمع ثلاثة وينتج ثلاثة ينتج من دمن المنتجات بتاعته سم النحل لهو مختلف على العسل؟ ما خاصه بالعسل؟ العسل غذاء ودواء وحلوة سم النحل عبارة عن سائل شفاف رائق اللون طعمه لازع ومر ويذوب في الماء والأحماض سم النحل له فعاليات كثيرة يعتبر من المواد المعالجة للأمراض المستعصية درجات؟ آه طبعا ودوت طبعا من الكلام ده مش كلام احنا طبعا ربنا قال فيه شفاء للناس يبقى فيه شفاء للناس وقلنا بيخرج منه ست منتجات فسم النحل من دمن الست المنتجات مش العسل بس اللي بيخرج من بطن النحلة العسل النحل بيجمعه يعني هو أساسا العسل مش بيخرج من النحل طبعا سم النحل سم النحل بيخرج من النحلة نفسها فين؟ انتو بتجمعوه ازاي يعني؟ ده بيتجمع عن طريق النحلين بيبقى لي مصائب معينة كده حاجة زجاجية أو برواز زجاجي وتعقيم وبيتحط غير انه المصل واللقاح عنده حاجة زي كده برضه ومركز البحوث عندهم سم النحل هو موجود في العالم كله لكن هو الأصل اللي بيخرج من النحلة من عن طريق اللي ايه؟ النحلين اللي فاهمين وبيستخدم بيخفف في ماء مؤطر ويبدأ يتحقم دي هو زي مادة كده ملهاش لون؟ لا هو بينزل أبيض سائل شفاف كل اللي بيخرج من بطن النحلة حتى لو صلب بينشف بعد كده لكن هو بينزل في الأصل سائل لأن ربنا قال كده شراب فبينزل سائل وبقى كده بيجمد بتعالجوه لإيه؟ بتعالجوه فيه إزاي؟ يعني انتو جبتوا المنتج ده صح؟ بتعالجوه إزاي؟ بتعالجوه الناس فيه إزاي؟ يعني مثلا هو بيحتوي على مواد معالجة زي مثلا إيه؟ الملتين الملتين من اللي يعتبر هو بروتين السم الأساسي أو المصل الأساسي اللي هو سم النحل يعني فبهو ليه اسمه السم على فكرة؟ هو بصراحة إحنا بنقول عليه سم عشان الناس تخاف منه ليه؟ هو كده إحنا عرب كده لكن في أوروبا ما اسمهش كده اسمه اسمه؟ اسمه مادة الحياة أه كسير الحياة؟ لا مادة الحياة أو يعالج بيه وره يسمى أبي ثربي بقد ليه دلوقتي اسمه في بلجيكا آخر مرة من سنة 2021 السنة دي في أول السنة بحث بيقول إن هو بيعالج السرطان طب إيه يعني بياخدوه شرب؟ كيف بتعالجوه؟ بيتاخد فيه دكاترة بتاخده المصريين بيحطوه تحت اللسان للأمراض يعني مثلا زي مش عايزة أقول الفيروسات المنتشرة اليومين دول عشان كوقايا مناعية يقوي جهاز المناعة يعني؟ بيقوي جهاز المناعة بيقوي المفاصل يعني عندنا في أكسامنا حمض الهيرولينيك ده موجود ما بين المفاصل وموجود في النسيج الضام عن طريق سم النحل لما بنحم بسم النحل بيتم تكسير هذا الإنزيم وهو يعتبر سكري متعدد التسكير يعني سلسلة طويلة السلسلة بتاعته دي طويلة هي دي اللي بتقدي إلى ألام المفاصل لما بنحقم بسم النحل ويخش أنزيم الهيرونيديز ده من ضمن إيه؟ مشتقات النحل أو من ضمن العناصر الموجودة في سم النحل بيعمل إيه؟ بيقصر هذا الإنزيم الهيرونيك بيقصره ويخليه سلسلة قصيرة ويخليه عدم التسكر فبيخلي المادة اللازجة بتحول إلى مادة سائلة فيحصل تقل الخشونة يعني ممكن ياختوه شرب ممكن يحقنه نفسهم بيه لو اتخذ هو الحقن أفضل حاجة لكن لو اتخذ شرب بيبقى المواد اللي في جسمنا يعني اللعاب وغيره بيبقى إيه؟ الأنزيمات بتقللوا شوية بتقلل كفاقته شوية لازم يتاخذ بالنسبة كبيرة زي مثلا يعني تم علاج حالات في حالات حالكناية كتيرة أعطيني عالس سريع لأنه عنا اتصال عالس سريع كم أي أنواع من الأمراض بيتم معالجة بيساعد في علاج السرطان ودي أبحث من بلجيكا وإنجلترا وفرنسا باجتماعهم مع بعض في حاجة زي كده في دول وفي أمريكا تم علاج يعني فيه الروماطويد رقم واحد سم النحل رقم واحد لعلاج الروماطويد وفي حالات خفت على كده أمريكا عندها 2 مليون مريض روماطويد بيستخدمه سنويا لعلاج بسم النحل فمعترف فيه في الدول الأوروبية بدأ ينتشر لكن إحنا لسه فيه تأخر شوي ترجمة نانسي قنقر